أسرة أبو نيان من أبناء عمومتنا يجمعنا فيهم فخذة تمام بن علي من الحرب وهذه أسرة عريقة كأسكنوان ويند وبرود السر وفرت السر كان منهم شاعر محمد أبو نيان كان كريم وشجاع وكذلك كان إمام وخطيب مسجد وكان يدرس البزران من أول أيام الكتتيب الله المستعر هذي قديمة القصيدة قديمة مرة قديمة هي طلع من البرود بحدود عام 1300 وراحل في التسر وعاش فيها باقية حياته الله المستعر وأقدم كتابة اللي حصلت عليها عام 1323 ما شاء الله تبرت العدا أنت موثق ومؤرخ كان كريم وانت عارف من أول السريم لابد من أغلب الكرة ما يصيرون محمل جي من ها الدين صح وفقرة وفقرة ايه من كثر ما الناس يجونهم صحيح قالها القصيدة طول العمر ويقول يالله ياللي سايله ما يمله يامن بتالعش بالخضر برشاشي تفرج المنسنه على صلو مله متحيرن ضاقت عليها المماشي لضاق صدري جيبت نجرن ودله وسويت ما يطفي له يبن بجاشي وانجا مسير عمس عندي يدوله فانجا المحاف خطط الخداشي بترن على بترن اللي يجي تزله يشبه خضاب مرودعات الخضابي وانسثر دايجها فلني بامله حقح علينا فزة ومبهاشي يوم نولد اللاش يقف بظله تنه عن ضروب المراجل يهاشي ومعبرين كل وقت بحله نصبر على ماتاد والرزق ماشي حين نهشيب وحين نزد بجله ومر ننبهرها ومر نبلاشي ونوبن بيسرن نجمع الكيف كله ونوبن على الشامية هم الغشاشي تعبى الضيف نعاني من محله نمشي قصاد ولا نحب نتفاشي الله يخبر الله نمشي قصاد ولا نحب نتفاشي الله يخبر الله الله من الدروس بهالقصيدة وشوف يوم يقول مر ننبهرها ومر نبلاشي ومر نبلاشي المرتهم ما عنده إلا القيوة سؤال بس ابو عبد الرحمن اقول عندي سؤال ابو عبد الرحمن